موسائل فل خير ايه يا جماعة وانتو مستنين مراجعة بجد ولا ايه انا كنت فاكر نفسي حقعد شوية من غير شغل كده وخلاص ايه مستنين نقول ايه عن الفيلم يعني المخرج مش ملم بالعالم بتاع الاحداث السيناريو كانت فيه فجوات الممثلين ما كانوش مقنعين ما تتكلموا كلام معقولهم مال احداث فيلم دي ايرش مان بتركز على شخصية فرانك شيرن اللي بعد ما بيرجع من الحرب بيبتدي يشتغل كسائق للشاحنات مع استعداد تام لقفز الحواجز وعمل كل ما هو ضروري عشان يبقى من حلالين المشاكل المخلصين لمجتمع الاغنياء واصحاب السيطرة اخلاصه ده بيلفت انتباه المستويات العليا في المافيا وسريعا بينضم للدائرة المصغرة المحيطة بجيمي هوفا رئيس نقابة سائقين الشاحنات بنتابع رحلة فرانك عبر عقود زمنية طويلة وعبر تغيرات سياسية عنيفة بتحط هوفا والمافيا في وجه قرارات صعبة وبنشوف ازاي كتير من القرارات دي بتحتاج خدمات شيرن فيا ترى ايه اللي حيحصل الناس اللي متابعيني عارفين كويس قوي ان ما كانش عندي ضرة شك في ان الفيلم ده هيكون حاجة عظيمة وعشان تبقوا دايما متابعين توقعاتي اللوزعية ياريت تشتركوا في قناتنا على يوتيوب ولو عجبكم التوقع ده بالتحديد ياريت تعملوا لايك للفيديو عاوزين نحطم الرقم القياسي في الحلقة دي المهم السبب اللي خلاني متأكد ان الفيلم ده هيكون حاجة عظيمة واضح جدا واكيد السبب ده له روبر دينيرو ولا الباتشينو اللي اتنين كان عندهم نصبهم من الافلام البشعة وخصوصا في السنوات الاخيرة والحقيقة هما كمان تشاركوا مع بعض في احد ابشع الافلام دي السبب كان دايما مارتن سكورسيزي اللي في اسوأ ايامه ما زال قادر انه يصنع فيلم محدش يقدر يقول عليه وحش ومع ذلك كان في سؤال اهتميت جدا باني اجاوبه وانا بتفرج على الفيلم هي التلفيقة فين اصل بصراحة كان صعب قوي علي اصدق ان الكواكب كلها اترصت مع بعض الرصة دي في نفس اللحظة يعني بعد عشرين سنة القصة اللي تستحق انها تستكمل ثلاثية المافيا بتاعت سكورسيزي وقعت على حجره ونفس القصة دي فيها ثلاث ادوار مناسبين لروبر دينيرو والباتشينو جو بيشي ودينيرو وباتشينو اقتنعوا بكل سهولة انه هو ده المشروع اللي يستحق انهم يرجعوا يشتغلوا مع بعض عشانه ويقوم جو بيشي يقولك اه انا حرجع من الاعتزال عشان الدور ده وستيفن زيليون يكتب افضل سيناريو ليه من ثمان سنين والبشر بقوا بيشتغلوا ثلاثة ايام بس في الاسبوع ومحمد صلاح كسب البالوندور اه محنا ناس عبطوا حنصدق اي حاجة بقى انا كنت متوقع ان الفيلم حيجمع حاجتين ثلاثة من دول وكان حيبقى فيلم عظيم بس كلهم كلهم احيي بدري اوي في الاحداث بقيت متأكد ان ده واحد من الافلام اللي التاريخ قلمة يجود بيها سواء لينا كمشاهدين او لاي حد اشتغل فيه بس دلوقتي بقى هل الكل لسه قادر على انه يقدم الاداء المناسب احيي على نص الفيلم ما بقتش مسدق ان فريق السبعينات ده كله في افضل احواله ومعاهم ممثل الشباب ابو 66 سنة الخطوط الزمنية والشخصيات ومواقع التصوير والكدرات والرمزيات والحوار والاكشن والمزيكة التوظيف المبهر لتكنولوجيا تصغير السن مفيش اي حاجة من دول موجودة عشان بس محتاجينها كل حاجة في اعلى درجات الابداع الفني والتقني وما بقاش فاضل الا سؤال واحد هل فعلا الفيلم ده ممكن ينتهي على ما يجعله واحد من افضل افلام السنة احيي 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 The Irishman فيلم مش سهل بيتحرك على خطوط زمنية كتيرة وبيلعب بعض الالعيب في السرن زي انه يعمل فلاشباك من جوه فلاشباك او يقدم لك راوي في قصة بيحكيها راوي ومع ذلك انا معانتش على الاطلاق عشان اعرف اتابع الاحداث وعشان بس الامور تبقى محطوطة في نصاب صحيح انا اول مرة شفت جود فلس وكاسينو مقدرش اقول ان استوعبت كل الاحداث وخلونا واضحين الكيان ده اعقد بكتير عموده الفقري قصة صعود وسقوط معتادة في افلام سكورسيزي ولكنه باني عضلات في كل الاتجاهات من اول قصص العائلات اللي بتدور داخل البيوت لحد قصة الولايات المتحدة نفسها وفي قلبه في حواديد ناس تاريخ ودراسة لتلات شخصيات من اعقد ما يمكن جود فلس وكاسينو بس على اكبر وقتقل خطوط زمنية اكتر وتنقلات زمنية اصعب غوص اعمق في العلاقات والقرارات الصعبة حوارات اجنب كتير بتجمع ما بين حدة الدراما ولسعة الكوميديا ومشاهد اكثر ابهارا بتعكس جنان عالم الاحداث الفيلم ده بالنسبة لمورتن سكورسيزي عامل زي الالبيوم اللي بيجمع فيه اعظم الحانو وبيثبت انه لسه قادر يلعبها زي ما تكون بتسمعها الاول مرة خلى كل الافلام اللي تجرأت ودخلت العالم بتاعه ده تبقى زي المنتجات المقلدة اللي معمولة تحت بير السلم وده مش مجرد احساس ده واقع وليه اسباب فيه صناع افلام كبار كتير قادرين على انهم يرسموا نسخة تنائية الابعاد من العالم ده بس هو اكتر واحد فاهم ايه هي اللمسات الصح اللي تخلي اللوحة دي تنبط بالحياة اهمية عنصر الاصالة في مواقع التصوير اهمية الحوار حتى لو في بعض الاحيان هدفه ما بيكونش واضح اهمية الشخصيات المساندة حتى لو كانوا واقفين كده وما بيعملوش حاجة الراجل رجع وجاب ناس اشتغل معهم من قديم الازل عشان يضمن ان اللمسات الاخيرة دي هتكون نكحة فاكرين اللي كنين دول من جود فلس موجودين في الفيلم وبيسهموا بشكل محصوص مع باقي الشخصيات في نقل احساس للمشاهد بانه بيتفرج على المنتج الاصلي اهمية الاقاع يا جماعة وازاي بيبين من خلاله انه متفهم زمن الفيلم الفيلم زمنه 3 ساعات ونص حقيقي طويل والثبات على اقاع واحد لفترة طويلة ممكن يخلي المشاهد ييتوه ييتعب لكن احنا عندنا في الفيلم كل انواع التنوعات ودايما القرار الصحيح في اللحظة الصحيحة وده نتاج شغل ساحر من المنتاج بالتناغم مع الاغاني والموسيقى التصورية انا شفت تلاعب بالاغاني والمزيقى يا جدعان مظنش اني شفت زيها في عمري وزبطة الاقاع دي بقى كانت مستحيل تشتغل من غير الطبيعة المتنوعة للشخصيات الرئيسية تقريبا الوحيد اللي بيمثل داخل بقته الطبيعية هو الباتشينو بس ده ما يعنيش انها كانت مساحة راحة الدور ده جدلا يعتبر الاصعب في الفيلم هو السياسي المتحدث القائد صاحب الكريزمة ليه صفات وعناصر معرفة لشخصيته وتحولاته هي اللي بتفتح الباب لكل التحولات اللي في الفيلم وخلونا نضيف كمان انه بيجسد شخصية ما زالت موجودة في ذهن كتير من المشاهدين من المبهر كمية الطبقات اللي ممكن تأشرها من فوق الشخصية دي والتكسيد ده مع الوضع في الاعتبار قد ايه متابعته كانت سهلة وسلسة غير باتشينو بقى الكروت متفنطة جو باشي بيلعب دور زعيم العصابة الحكيم متخيلين؟ الراجل اللي كان بيجنن زعماء العصابات كلهم دلوقتي بقى واحد منهم ويمكن هو ده العامل اللي كل زعماء العصابات في افلام المافيا القديمة كانوا مفتقدينه المرجعية الذهنية للراجل ده كان عامل ازاي وهو صغير صفة الحدة اللي مستخبية تحت السطح هو دايما هادي ودايما بيحسبها ودايما بيتعامل بحرصه وهو بيكلف الاخرين بالمهام ما بنشوفش عامل التهديد في طبيعته على الاطلاق بس في كل مرة بنبص عليه بنلاقي اسباب تخلينا نخاف منه ديناره على الجنب الاخر هو الجندي وده مش تعبير من اختراعي الفيلم هو اللي بيرسم الصورة دي وبيحطها في عقل المشاهد هو فيلم شخصيته بكل تأكيد ومع ذلك لفترة طويلة في الفيلم ما نقدرش نقول انه هو كان بيشيل قوي هو بس الراجل اللي كان موجود لما ده وده حصل بس كل ده كان بناء للحظة اللي القرار فيها حيقع على دماغه هنا بقى ديناره بيبتدي يحكم وبيبتدي فكرنا باللي هو يقدر عليه بيقدم صفحات فضية يا جدعان وبيبتدي يملاها سطر سطر معانا دايما بقول ان ديناره هو الممثل اللي بيقدم حاجات كتير من غير ما يعمل حاجات كتير انا متأكد ان حضراتكم كلكم شفتوا ممثلين بيقدروا يعبروا من غير ما يتكلموا بس كام واحد في حضراتكم شاف قبل كده ممثل بيعرف يعبر من غير ما يعبر ديناره بيقدم نوعية الاداء اللي الاكاديمية دللت عبر التاريخ على انها ما بتعرفش تقدروا وانا سعيد ان الفيلم ما حاولش يقحم لحظة تفجر تبروز اداءه للعين الغير مدققة ده اداء مش لكل الناس زي بالزبت ما الفيلم ده مش لكل الناس كمان مرة اهيييي يا جماعة ده مش بس افضل فيلم السنة دي انا محتاج وقت عشان اعرف انا ممكن ارجع لفين بتفكيري لحد ما قابل فيلم افضل منه مهواش فيلم من غير عيوب لأن ما فيش حاجة اسمها فيلم من غير عيوب في بعض الأحيان تكنولوجيا تصغير السن كانت بتحتاج بعض التأقلم البصري في بعض قرارات المونتاج الصغيرة اللي ممكن يتقال عليها غريب زي ما تكون تعويض عن بعض الكادرات اللي اكتشفوا أنها غير صالحة للاستخدام بعض مشاهد الأكشن خصوصا في الأزمنة القديمة ممكن تكون مش مقنعة قوي بس كل ده عادي وربي ما فيها شيء أنا دايما بقيس المشاكل مقابل المكافآت والفيلم ده مش بس كافئني الفيلم ده شرفني بأنه أتيحت لي الفرصة أني أشوفه على شاشة سينما وأنا في أقصى درجة تأنق ممكن أكون وصلت لها وأنا مش بتجوز في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في قاعة مملوقة عن آخرها بس عمالة تفضى شوية شوية مع الناس اللي بتقرر أنها مش هتكمل الفيلم عشان افتكر ليلة لما شفت كاسينو في السينما لما الناس ابتدت تمشي واحد ورد تاني عشان مش فاهمين الفيلم وما فضلش في الآخر غير أنا وبويا وعمي هي طبعا ما وصلتش للدرجة دي في العرض بتاع دي آيرش مان الصلاة في الآخر كان فيها ناس كتير برضو ولكنها في النهاية ليلة ما كانش ممكن تبقى أروع من كده تقييمي لفيلم دي آيرش مان هو طبعا عشرة من عشرة والفيلم يستحق كل الأوسكرز بما فيها أوسكر أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم رسوم متحركة والبالون دور لمحمد صلاح بدل المناقشة بقى أنا عندي لكم فكرة حلوة لما الفيلم ينزل على ناتفلكس لموا أصحابكم وتفرجوا عليه مع بعض اختاروا أوسع مساحة وأكبر شاشة البسوا لبس لطيف هاتوا سناكس ومشروبات ظلموا الدنيا استمتعوا بالفيلم يا جماعة وخصصوا وقت بعد ما الفيلم يخلص للمناقشة وعشان تعيدوا المشاهد المفضلة والنبي عشان خطري ما تتفرجوا على الفيلم في البيت زي ما بتتفرجوا على مسلسلات رمضان خلوها صهرة استثنائية لأنها فعلا مناسبة استثنائية ويا عالم حتتكرر إمتى تاني وقول لكم حاجة أخيرة اللي حيرد تبقى جمع صهرة ويعزمني حاجي ويا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوز وباي باي